أهلا بحضراتكم مرة تانية خلينا نرحب بدفنا النهاردة دفنا دايما متميز ودايما بقولها أنه من أفضل محلل الكرة العالمية الموجودين على الساحة بيشرفنا ودايما في النادي الآلي وشاشة قناة النادي الآلي بتنور بكون سعيد بتواجده معايا النقد الرياضي أحمد مجدي أبو حميد مسأل فل عليك بنور يا كابتن ومع بدايات كاس العالم لازم نقول أن الكابتن هاني رمزي واحد من الأسماء اللي شرفت مصر في المونديال وهو حضرتك الأكتر تمثيلا لمنتخب مصر في كاس العالم من حيث عدد الدعاية على الإطلاق بواقع اللي حصلها الكاملة 270 ديالة في بطول التساق والله يبص يا أحمد وحاجة تطرحني وحاجة تزعاني في نفس الوقت لما يكون بلد بحجم مصر ويمكن الأسماء وليلة جدا والأرقام اللي بيقولها أحمد يكون ده ريكورد أن فيه لعيب لعب 270 أو 360 أي أن كان أو 3 مطشاط في كاس العالم أعتقد ده شيء يزعل وحنقشوا مع أحمد لأنه زي ما قلت لحضراتكم كاس العالم بشكل وباخر وأحمد لسه بتكلم معايا هو بيفضحنا شوية بيفضح المنظومة شوية منظومة الكرة في مصر وزي ما قلت لحضراتكم من خلال المقدمة فيه المحترف أن عندنا دفوعات كتيرة جدا على مستوى الثقافة على مستوى تأهيل المدربين على مستوى تأهيل اللعيبة الصغيرة على مستوىات كثيرة جدا وبنيجي دايما بنقول يا رب بس نوصل كاس العالم عندنا حديث مطول عن الجزئية وعندنا كمان حديث مطول عن كاس العالم 2022 لكن تبتكروا مع حضراتكم يمكن كنا بنتكلم عن اللعيبة المصرية يمكن اللعيبة المصرية زو الجنسية المزدوجة تيبو غبريال نضم لمنتخب النشئين 2006 وده شيء جيد جدا يعني بدأ الناس بدأت تتحرك ونشوف مواهب كثيرة جدا وأرجو إن شاء الله بإذن الله المنتخب يتأهل لكن خلينا نتكلم علميا لا قدر الله لو هذا المنتخب ما تأهلش ما تضربش كرسي بكلوب وكل الناس دي تمشي نقل اللعيبة الموهوبة منهم واللعيبة دي تتصعد لمنتخب الشباب ومنهم يتصعد لمنتخب الأولمبي والعجلة الدور لكن مش كل منتخب ما يتأهلش لكاس العالم يمشي جهاز الفني كله يمشي واللعيبة كلها تمشي وجيل كامل بينتهي العملية بتبقى صعبة جدا 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 العملية مش كده العملية أنت بتحضر المنتخبات دي مش عشان تاخد بيها بطولة أفريقيا أو تروح كاس العالم للناشئين أو للشباب أنت بتحضر ده عشان يبقى عندك عندك منتخب أول قوي ودي المعادلة الصعبة اللي احنا لغاية دلوقتي مش قادرين نحققها هنا في مصر إنك عندك منتخبات كلها همها أنها توصل بطولة أفريقيا تاخد كاس أفريقيا نوصل كاس عالم تمام تلع منها اتنين تلاتة الحمد لله لو مع مجوش كده كل الناس دي بتمشي أظن لازم دلوقتي ويعني اللي احنا بنشوفه والأسماء اللي بنشوفها وأعمار السنية اللي بنشوفها في كاس العالم في لعب عندها 16 و17 سنة بلعبه في كاس عالم على مستوى ألمانيا على مستوى أسبانيا على مستوى أمريكا المكسيك منتخبات كثيرة جدا يبقى لازم احنا بقى نحس على نفسنا شوي خلينا من خلال المحترف نشوف كمان تقرير عن لاعب مصري بيلعب في ألمانيا مستوى الجنسية بيلعب في ألمانيا نشوفه مع حضراتكم ونرجع مع نجمنا أحمد مجدي ترجمة نانسي قنقر أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد قبل ما نخش في كاس العالم والمجموعات عايزة نقش خمس ست دقيق في الخطي بتكلم عني الموضوع إنك إزاي تشتغل بشكل مميز عشان تبني منتخب قوي وإن إحنا العملية بتبقى بالنسبة لنا مكشوفة جدا لما بنشوف المنتخب الألماني بيختار لايب عنده 17 سنة لما بنشوف المنتخب الأسباني في ولد عنده لسه هيتم 17 سنة مع كاس العالم الأمور بتتصعب علينا إحنا بنحب الكورة ونفسنا نشوف بلدنا في أحسن من كده بكتير طبعا زي ما حضرتك قلت مع تهوالي القوائم إصدار المنتخبات الكبيرة القوائمها اللي دخل المونديال الظواهر بدأت تبقى أكثر وضوحا زي ما حضرتك بتقول كده بالضبط يا كابتان النموذج مثلا يوسفة موكوكو ده يوسفة موكوكو شارك في الدور الألماني مع دورتموند لأول مرة بعمره 15 سنة ويعني في أواق ماشي في 16 فوسجل هو أصغر لها بيسجل في تاريخ البوندس ليجا يوسفة موكوكو دلوقتي بيدخل كاس العالم وعمره 17 وماشي في 18 وبقاله احترافيا سنتين ونص مع دورتموند وده يعني رقم يعني غير أنه رقم مرعب في أوروبا حتى أوروبا بيقوله أنه ده بدء صغير جدا بس مش ده اللي بقى يعني مش ده اللي بقى يعني مش ده اللي بقى يعني مش ده اللي استثناء دي القعدة بيدري طلع في عمره مشابه جافي طلع في عمره مشابه في منتخب إسبانيا ودلوقتي الاتنين في 100% موجودين في المونديال النقطة كابتن أنه في عمليات حتى أشققنا العرب في تولس وفي المغرب وفي الجزائر بدأوا يلتفتوا لها بتخلي اللعيب المهيئ أولا اللي موجود في أوروبا ويقدر أن أنت تبني عليه زي النمازج اللي حضراتكو بتعرضونا وأنا بحية حضراتكو جدا على النمازج دي وبسط جدا فيه لعب منهم منضم فعلا لمنتخب مصر وإن شاء الله في زيادة بس مثلا لما نشوف قيمة تونس قبل ما تعلن بشكل نهائي كان قدامهم واحد زي كريم رقيق عمر رقيق حمزة رفيعة أكتر من عشرين اسم مهيئين في أوروبا عشرين اسم والمدرب جلال القادري بيختار ما بينهم بيختار ما بينهم بيختار ما بينهم بيختار ما بينهم بالضبط اختار خمسة ستة منهم فقط لغير والباقي كله من العناصر اللي هو بيعتمد عليها اللي بالنسبة لنا نحن نسميها عناصر الخبرة الاحتكاك ده مفيد لللاعب الاحتكاك ده مهم لللاعب احنا بنشوف مدارس زي إيطاليا مثلا يا كابتن في لعب زي جنونتو مثلا طلع دلوقتي من نجوم إيطاليا هدف إيطاليا للسنة اللي فاتت كلها طلع بنفس الطريقة وجايبينه من الدور السويسري على سبيل المثال فهي دي النقطة اللي بقول لحضرتك عليها كابتن موكوكو وبيدري وجافي كل دي نمازج لظاهرة للأسف احنا في مصر غير إن احنا مش ملتفتين لها فاحنا برضو يعني انا عايزة أسألك سؤال تخيل احنا كده راحين كاس العالم تخيل احنا راحين كاس العالم وجي المدير الفني للمنتخب اختار لعيب ما لعيبش ولا مباراة دولية مع المنتخب المصري وكل خبراته الاحترافية سنتين وضمه في القائمة النهائية تخيل رد الفعل هيكون ايه هو رد الفعل يعني أنا هقول لحضرتك على جزء طبعا أنا برضو بحيى حضرتك جدا في المقدمة حضرتك كلمت عن نقطة الثقافة عند المدربين نقطة الثقافة للمدربين نقطة ضيف منتهى الأهمية لأنه مثلا النهاردة لعيب المنتخب البرازيلي اللي أسبق نيتو كان بيلوم تيتي إنه هو استدعى مارتينيلي اللي هو متقلق رهيب في الدور الانجليزي مع أرسنل لأنه محدش عارفه في البرازيل بيقول كده لأنه في البرازيل بيقوله مين ده أصلي ما يعرفوش لأنه طلع بدري على أرسنل في الناشئين فما يعرفوهوش فكل ده يعني بغض النظر عن إن الطرح دوت مش طرح عقلاني أو مش طرح منطقي بس هو كان بينادي باستدعاء مين كان بينادي باستدعاء جابي جول اللي هو عنده 35 أو 34 سنة ما أثبتش نجاح كبير في أوروبا يعني هي دي الفكرة إنه فيه الليفل ثقافة لازم يكون عند المدرب قبل ما يتك وده مش قصر على مصر بس اللي في مصر ومحزن بعض الشيء إنه إحنا عندنا قاعدة شعبية كبيرة بتمارس كرة القدم في سن صغيرة نقطة دي مهمة جدا إحنا شعب كبير 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 أطيافا يعني منحس الأطياف شعب كبير من نحيط نسيج الاجتماعي كل الناس بتلعب كرة يعني مش زال برازيل مثلا الطبقة الأرستقراطية مش مهيئة أو إنها تلعب كرة فتلاقي المواهب كلها في البسطاء إحنا كل الناس بتلعب كرة في سن صغيرة حاليا كمان في آخر عشر سنين بقت الأكاديميات بتاعت الأندية الأوروبية بتشوف مصر كبقرة مواهب بالذات بعد صلاح بالذات بعد النني بالذات بعد النجوم الكبيرة فإحنا عندنا قاعدة شعبية ونسيج اجتماع كبير مهيئة أن نلعب كرة بس بنسأل سؤالين السؤال الأولاني الشاب اللي بيتم اختياره من بين القاعدة الشعبية دي ويروح يلعب في أكاديميات الفرق بيبقى لعب كم ساعة كم ساعة يتعامل لعب احترافي قبل ما يبقى عنده 18 و 19 سنة اللي هو دلوقتي يبقى عمره متأخر للفريق الأول يعني الناس اللي بقول لك 19 سنة يقول لك ده متأخر أول أنه يطلع فريق أول دلوقتي ما بيبقاش خد ساعات لعب احترافية ظاهير أيمن لعب اسم موريكو لويس جوارديولا بقاله سنة بيقول له أنت معايا وفي قايمتي وفي كل حاجة بس هتنزل ولا دقيقة أنت هتتمرى مع الفريق الأول فقط لغير هحتاجك في أوقات الفرقات بكسبانهم في 4-5 ما هيقول كده فريقو لويس ده مثلا بيتدرب دلوقتي قدام منه مع كايل ووكر مع جواو كانسيلو اللي اتنين ايدولز بالنسباله بيشوفهم كل يوم في التمرين بيستدعي معهم هي دي النقطة هي النقطة بتتكلم عليها كمان محتاجة هو ده الفيجن يعني دايما بنتكلم الناس دي بتبص الأدام يعني هو جاردوغولا بيقول لك أنا الولد ده مش هستفيد منه غير في مباراة يعني مباراة سهلة لكن أنا بحضره كمان سنتين ثلاثة بالضبط فما جيش بعد سنتين ثلاثة أقول لك يعني جابي عامل كم مباراة دولية لغا دلوقتي جابي سواء آه معادي أكتر 15 مارش تقريب 15 وغير مع منتخب لا لا الأندر 21 معدل 50 فإحنا بندور إزاي ولد عنده 17 سنة 18 سنة يكون لعب 50 مباراة دولية إحنا ما عندناش الظاهير الآيصر اللي خده النهاردة فلك في القيمة كوتشاب أرميل كوتشاب أرميل كوتشاب ما عندهش ولا ماتش دولي ولا ماتش دولي والناس كلها وعنده 20 سنة بس وزايح له من القيمة تماما ما خدش جوسنس بتاع إنترميلة 29 سنة وظاهير أيصر منتخب ألمانيا الأول خلال آخر 3-4 سنين ما خدوش خد كوتشاب ده مكانه لأن ليه رصيد كبير بقى في منتخبات ألمانيا في الفئة السنية الأدنى فكوتشاب ده الناس بيقولوا آه ده باك رايت ممتاز جدا وإمباباك ليفت ممتاز جدا ويلعب بس إنه يستبعد له عنصر أساسي طبعا دي كلها ريسكس حتى في أوروبا بيتعاملوا معها إنه برضو حاجات محل نقضة أو محل تقييم بس الخطوات الجريئة دي بالذات في 2022 واضحة جدا ما هو لازم ما هو لازم أنا يعني قبل ما نخش على ملف كلاس العالم حتى على مستوى الشخصي أنا صادفت ده لما كنا بنشتغل مع أجيري واستعدعينا محمد محمود واستعدعينا طاهر ساعتها وطاهر وطاهر الناس بيقول لكم هم دول بعملوا إيه وكان ساعتها يعني مش بلاد كمان صغيرين لا يعني وعشرينات واحد وعشرين 19 سنة 20 سنة وبالتالي نقطة مهمة جدا ثقافة المدير الفني ورؤية المدير الفني اللي بنعكس كتير جدا 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 على سلبيات كتيرة عندنا في القرآن ومعليش برضو خلينا نحط كده تحت يعني تحت كلمة الطرح الإعلامي 300 خط الطرح الإعلامي اللي عايز يقولب معليش كل شيء في نقطة اللاعب الخبير اللاعب المدرب اللي لازم يكسب دلوقتي وما يمشيش غير لو كسبان حالا لأ مدرب المشروع يعني عايزين نستبدل بالمصطلحات إن فيه مدرب يعمل مشروع لسنوات طويلة إن فيه لعب لازم ياخد الزمام المبادرة من اللاعب اللي عنده 35 و36 و37 سنة إن اللاعب الخبير ده مش دايما يكون مفيد في كل حاجة موجوده موجود في التشكيلة مهم موجوده يعني مهم في كل حاجة بس دايما خلاص الكرة بقت صناعة بدنية في المقام الأول دلوقتي فاللعب الناشئ ده اللعب الناشئ ده عملة ندرة إنت محتاج إن إنت لو ما عندوش خبرة ومش ناضج اسأل نفسك بقى اسأل نفسك هو ليه مش ناضج لما أنا مدرب ليه ده مش ناضج الموهبة دي كلها أنا إزاي مش عارف أستغلها إنما تقعد تستنى منه انضبط التزم اعمل لا دي مسؤولية المدرب دلوقتي هو دلوقتي فيه عيون كتيرة قوي طلعتولك بسن 17 سنة يعني مثلا أنا معلش لما حضرتك طرحته بتاع منتخب الناشئين الحالي أنا تذكرت منتخب تحت 21 اللي هو كان من 97 إلى 99 أعتقد كان فيه مصطفى محمد ورمضان صبحي وكريم ندفد كان فيه مواهب يعني رهيبة خسر الثلاث مطشط بتاع تحكس الأمم المعبد يتهده كله الجيل ده نفسه هو ده خد كاس أفريقيا تحت 23 سنة ورح أولمبياد في الثلاث أربع سنين دول كان مقفول تماما على المنتخب ده مع الكابتن شاو أغريب أنا فاكر كويس جدا مقفول تماما عليه وبيعمل معسكراته في أماكن المختلف اللي أقصده ده منتخب يعني اتفرم لما خسر خلال 4 سنين سيبته يشتغل نفس المنتخب ده خد لك أفريقيا ورح أولمبيكس الناس اللي بتشتغل برضه أو المسؤولين هو بالنسبة له وده بينعكس على الموديل الفني هو بالنسبة لي أنا المنتخب ده منتخب الشباب أو منتخب النشئين لو ما خدتش كاس أفريقيا حمشي هتهاجم هتهاجم حمشي لأ هتهاجم وحمشي ولما وصلتش كاس عالم ده ما عندوش فكرة مدرب فاشة هو لا يكون فيه تارجل انت التارجل بالنسبة لك ان اللعيبة دية انت عندك منتخب لو طلعتنا من المنتخب ده كله تلاتة من منتخب النشئين تلاتة ومنتخب الشباب نطلع منهم خمسة والمنتخب اللي بنتلع منهم سبعة أنا عندي عشر خمستاشر لعيب ينفع يلعب منتخب أول تحت السن مش حول تحت السن من عمر 16 سنة لعمر 19 عشرين سنة يكونوا موجودين في الفريق الأول صح فبالأولوية أوتوماتيك حيبقى معدل أعمار المنتخب المصري في كل السنوات حيبقى 26 سنة غير عملية الاحتراف غير المحترفين في الخارج لان كمان دي نقطة مهمة جدا هتكلم معك في الملف ده مجدي بس عايزين نعمل حلقة كاملة عليه ازاي نشتغل على موضوع ان احنا نطور شوية من منظومة القرى المصرية خلينا نكلم على الكاس العالم وانت شايف في كاس العام اللي جاي ازاي عشرين اتنين وعشرين في حاجات كتيرة جدا جدا مميزة في توقيته مميز المنتخبات اللي وصلت طموحاتها ايه انت طموحك كمشاهد وكناقض رياضي عايز تجيو في ايه في كاس العام اللي جاي يعني انا من السؤال الاولان ازاي شايف في كاس العالم ده انا شايف في كاس عالم بغض النظر عن كل المشاكل اللي احاطت به سواء في توقيته نص الموسم او في قلياته الادارية او انه بيتقام في الشتاء او ان الموسم هيوقف في اوروبا او كل الانتقادات المصاحبة للملف القطري اللي بدأت من 2010 او كل شيء انا شايف انها تبقى نسخة جيدة لمشاهدة كرة قدم نظيفة بيور لانه يعني عدم استعداد المنتخبات الاوروبية بوضوح او يعني اللي خلى المنتخبات اوروبا تفرق الفرق الرهيب عن كل منتخبات العالم في السنوات اللي فاتت هو ان كل شيء يعني كأنه مكان بيتعامل هنقف في نص الموسم هعمل فترة اداد اكيد في المعركة دي اللي هيكسبها الاوروبيين ولكن لما توقف الاوروبيين قبل كاس العالم بعشر تيام بس او بخمس تيام او بست تيام دور الانجليزي هتتلعب في جولة 12 و 13 نوفمبر يعني قبل اسبوع بس ان المنديال ممكن يبقى فيها اصابات ممكن الصفر نفسه ياخد يومين ثلاثة فاوروبا ما اخدتش كل منتخبات اوروبا ما اخدتش الاستعداد الكافي انها تروح المنديال غير ان كتير من منتخبات اوروبا بيعاني من مشاكل كبيرة جدا جوه قوض اللبس زي فرنسا وانجلترا فانا متخالي ان دلوقتي كفت الحزوز متساوية على مستوى الالقاب بين اوروبا وبين امريكا اللاتينية امريكا اللاتينية احنا نتكلم عن ثلاث منتخبات برازيل وارجنتين وارجوي انا متخالي ان عندهم فرص كويسة جدا السنة دي ان هما يلعبوا منديال كويس لان الامور بقت لها علاقة بكوالة اللعيب وبالمهارة وبالروح اللي هتخليك عايز توصل لابعد نقطة في المنديال النقطة التانية بتوفر مزايا كتير جدا لمنتخبات قارة اسيا وقارة افريقيا والمنتخبات العربية اللي بدأت الاستعداد بالفعل من شهور السعودية بقى لدوقت شهر ونص في معسكر معسكر مقفول لسه النهار ده عندهم ماتش مع بانا ما تعدلوا فيه واحد واحد قرب المسافة قرب الاجواء كسرة الجماهير هتخلي فيه اكيد منتخب عربي او افريقي مرشح نوازها مش بعيدا بس يبدي صورة افضل حاجة معاك للمجموعات وانا شايف ان على الورق ان المنتخبات العربية عندها صحوبة جدا جدا في السعود حتى للدوري التاني من خلال رؤيتنا من خلال المجموعات الموجودة فيها قد يكون زي انت ما بتقول عامل الجماهير عامل التحضير وده مهم جدا وده على فكرة من اول مرة عملية التحضير بالنسبة لاوروبا ومنتخبات الاوروبية تكون فيها نوع من انواع الالأ شوية بزرط انواع الاصابات في مشاكل حتى على مستوى الانتقادات بالنسبة للمدربين فااااااااااا لكن على مستوى يعني هنقول التنظيم شايف ان هتكون بعض الناس تقول لك التنظيم هيكون صعب شوية الناس تقول لا التنظيم هيكون على اعلى مستوى شايف النقطة زي من عملية التنظيم تنظيم كاس العالم نفسه طبعا هو التحدي مختلف تماما على قطر لأنه قطر في 2019 لما نظمت بطولة العالم لألعاب القوة وجهت مشاكل مش قليلة في مسألة استيعاب الزحام والحاجات المرورية ودي كان بطولة ألعاب قوة فلما تقول كرة قدم ويدخل لك ما لا يقل عن نص مليون في نفس الوقت بإقاماتهم بأعداتهم فيهم ناس هتقعد عندك شهر فيهم جماهير متعصبة زي الجماهير اللاتينية زي الجماهير العربية يعني مرشحين أنهم يعملوا مشاكل كمان أقصد على مستوى الشارع فدي كلها سناريوهات جديدة مطروحة على قطر قطر هتوجه مشكلتين أنا بتقالي ما فيش أي مشاكل في اللوجستيات فنادق أو تنقلات أو كل ده أنا متخيل أن ده كله هيفيد قطر أنه ضيق المساحة هيخلي المنديال مختلف تماما قصة أن أنت تحتر ثلاث مرشات في وقت واحد وبعدين تحضر مرشين في نفس المدينة كل دي حاجات ما كانتش في المنديال نحن في 2018 كان المنتخب مصر بيسافر بالطيارة كل ما تش بلد مختلفة وينزل في فندق مختلف في روسيا المسافات كانت بعيدة جدا كانت بعيدة جدا فأنا متخيل أن دي يعني نقطة الانتقاد دي لأ ده هتبقى في صالح قطر بس النقطة الأساسية أنا منتهالي نقطة الإقامة الفندقية ده أول مقام ده هتبقى فيها فعلا يعني تحدي كبير جدا لدولة قطر لأنه لو الحدود فعلا يعني الأمور ما كانتش منصقك بشكل كبير أن يبقى فيه فندق خرق قطر لاستيعابهم فأنا مش متخيل بصراحة استيعاب هذا الكم من البعثات بقول إن ده أكبر تحدي بس ما بقولش إنه هيفشل يعني بقول إن ده أكبر تحدي حقيقي يعني دولة عربية ومن تمامنا طبعا نجاح المنديال بشكل كبير بالضبط تاني حاجة لو يعني لا قدر الله في يعني تحدي أمني صارخ أو حاجة إن شاء الله يعني ما يبقاش في حاجة شبه كده بس أقصد إن ده سيناريوهات غير يعني غير مسبوقة على منطقة الخليج العرب بشكل هكذا نحن إن شاء الله بإذن الله كل التماني إن شاء الله إنها تكون بطولة عالمية على مستوى عالمي كاس العالم بقطر عشرين وعشرين إن شاء الله تكون من أفضل النسخ على مستوى كاس العالم تكلمنا عن التنظيم تكلمنا عن يعني التحضير بالنسبة للمنتخبات الأوروبية هنتكلم عن النواحي الفنية مع نجمنا أحمد مجدي بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد محضرين تقرير خاص بكاس العالم قطر عشرين وعشرين هنشوفه بعد تجاوبلي على السؤال في كل كاس عالم بيكون فيه نواحي فنية أو خطة بشكل أو بآخر للمنتخبات بتكون جديدة وبتكون سائدة لمنتخبات كثيرة تتوقع ده يحصل في كاس عالم الجاي يكون فيه شكل فني مختلف؟ أنا أتوقع بس يعني مش خطط يعني ممكن الخطط دلوقتي قتلت بحثا زي ما بيقوله وبالنسبة لكل المدربين بس أنا متخيل أن فيه يعني اعتماد بشكل ما على يعني تحولات معينة جمل معينة عناصر فردية صغيرة في السن زي ما حارتك بتقول معينة فأنا متخيل أن لا على الصعيد الهجومي هتبقى المعارك بدنية عالية جدا لأنه السن صغير صحيح ما تمناش بقى ده يروح لميسي يعني يعني أعتماد بيدي عن ميسي شوية أه بيدي عن ميسي الموضوع ده يعني أو الجامعة بتقول أرجنتين يساعدوه في المسألة البدنية دي بس أصد أنه يعني أنا حاس أنه اللي هيكمل اللي هيكمل فت يعني عناصره كلها تكمل فت وما تصابش لمدة بعيدة بعد الدور الأول هيبقى ليه الحظو الأكبر في المدينة عشان كابره الشح البطولة دي كون لاتينية يعني أنا متخلل أن البطولة دي ليها بطل لاتين خلاص أحمد مجدي البطولة لاتينية أنا يعني عندي اختلاف شوية ممكن تكون على مستوى الأوروبي لكن خلينا الأول نروح للسكايب معنا سكايب دلوقتي طيب على مستوى زي ما أتكلم مع حضراتكو على مستوى الولاد الصغيرين عبر زوم عبر زوم هيكون معانا واحد من الأدل تجربة اللي كنا لسه بنتكلم عليها يعني بيتكلم على جافي بنتكلم على أنسفاتي بنتكلم على لعيبة صغيرة في السن فاللي مرنهم مرنهم في برشلونة طبعا معانا دلوقتي عبر طبعا ودرب جافي وبدري ومن خلال وجوده في برشلونة المدير الفني السابق ديفيد باديا ديفيد باديا بنرحب بيك على شاشة قناة النادي الآن ديفيد شكرا جزيلا من بالك سروري أنا تواجد معكم على قناة النادي الأهلي الحقيقة سعداء أنك بتتواجد معنا في الوقت المناسب لإحنا كنا بنتكلم على شكل مهم جدا جدا للمنتخب الأسباني ونتكلم بشكل خاص على اللعيبة الأعمار السنية ما بين 17 و19 سنة اللي بتمثل قوة كبيرة على مستوى منتخبات كثيرة أنت شايف الموضوع إزاي بدأ إزاي في أسبانيا وخاصة في برشلونة كيف يؤهل اللعيب بهذا الشكل بنكلم على جافي على بدري إيه المصنع اللي بتشتغلوا عليه عشان تطلعوا هذا اللاعب بهذا الشكل الفني والبدني هذا صحيح أن بطولة العالم بطولة العالم القادمة ستكون صعبة يجب أن يكون لديك لعبين لديهم شخصية قوية وخبرات ولكن الآن لديك أيضا لعبين شباب يشاركون في برشلونة وريال مدريد وغيرها من الأندية الأسبانية ولديهم الطموح ليتعلقوا في كأس العالم التقلق في كأس العالم أكيد موضوع مش سهل موضوع محتاج رؤية واضحة للمدير الفني لكل منتخب وحنيجي على لوس إنريكا المدير الفني للمنتخب الأسباني أنت طبعا اشتغلت في أسبانيا وكان لديك تغارب كثيرة جدا في برشلونة وكمان خبرات على مستوى المدير الفني في أحد الأندية في تركيا خبرات تدريبية كبيرة جدا جدا أنت من خلال رؤيتك شايف إلى أي مدى يستطيع المنتخب الأسباني الوصول لأبعد نقطة في المونديال حسن أعتقد أن أسبانيا الآن لديها لديها فريق جيد وتؤدي بشكل طيب على مستوى المنتخب ربما تواجه بعض الصعوبات أن تحكم على منتخب بلدك ولكن بالنسبة لمنتخب أسبانيا لدينا فريق جيد على المستوى البدني لدينا فريق شاب لدينا فريق ينافس على يستطيع المنافسة على البطولات الأوروبية على مستوى الأندية ومستوى المنتخب أعتقد أن مستوى منتخب أسبانيا الآن مميز جدا أنا آمل أن أرى منتخب أسبانيا في مصاف الدول الفائزة بكأس العالم في السنين القادمة دايما بنتكلم أن الدور المحلي لازم يكون دوري قوي جدا بيفرز لعيبة دولية على مستوى عالي وقائمة المنتخب الأسباني بتضم يمكن سبعة بس خارج إطار الدوري الأسباني هل أنت شايف ده دليل على قوة الدوري الأسباني أو دليل على الشغل بالنسبة للمدربين في الدوري الأسباني مطلعين عدد كبير جدا بمثل المنتخب الأسباني نعم بالطبع هذا دليل على العمل الجاد منذ سنوات الاتحاد الإسباني وطاقم العمل بالنسبة للمدربين وهذا أنتج لعبين مميزين وهذا أمر طبيعي إذا كنت أفضل دوري في العالم فبالطبع في رأيي ستكون هذه نتيجة طبيعية أن تخرج لنا اللليجة لعبين مميزين للمنتخب الوطني الإسباني في نفس الوقت لدينا لعبين كما ذكرت يلعبون في إسبانيا ويؤدون بشكل جيد في عقوة دوري وكذلك اللعبين الذين ذكرت الذين يلعبون خارج إسبانيا قد صنعوا بالفعل خليط جيد للمنتخب الإسباني مفيش شك طبعا دوري الأسباني من الدوريات القوية لكن طبعا أكيد يسبقوا شوية الدوري الإنجليزي لكن على مستوى الإدارة الفنية ديل بوسكي طبعا مدير فني منتخب الإسباني على الأسبق تاريخ كبير جدا جدا وعايز مش هقول مقارنة ولكن أنت شايف وجود لويس إنريكا على رأس القائمة الفنية للإدارة الفنية للمنتخب إيه الفرق ما بين منتخب ديل بوسكي الحائز على كاس العالم ومنتخب أسبانيا اللي هيشارك مع لويس إنريكا في عشرين اتنين وعشرين بالطبع بالطبع فيسينتي ديل بوسكي مدير فني تاريخي رائع ولويس إنريكي كذلك مدير فني كبير ولكن المستوى الذي وصل له ديل بوسكي كان مستوى كبير مع اللاعبين هو دوما يحاول أن يصل لأقصى مستوى عند اللاعب ويحفز اللاعب على أفضل شكل فبالتالي أخرج المنتخب الإسباني لنا صورة جيدة صورة رائعة مع فيسينتي ديل بوسكي وخصوصا على مستوى البطولات كبطولة كأس العالم يجب عليك أن يكون لديك مستوى ماء بالماء من مستوى اللاعب للأداء في هذه البطولات على مستوى الجماهير على مستوى السوشيال ميديا على مستوى الصحافة هناك في أسبانيا توقعتهم إيه مدى وصول المنتخب الأسباني للأدوار متقدمة هل فيه تفاؤل بالنسبة لمنتخب ليوس إنريكا للوصول لأبعد نقطة أم الأمور قد تكون صعبة للمنتخب الأسباني بالطبع الأمر صعب والأمر صعب على الجميع ليتصور أو يتوقع أعتقد أن بالرغم أني ذكرت أننا لدينا واحدة من أقوى الدوريات في العالم ولكن يظل الأمر مختلفا في كأس العالم أعتقد أن الجماهير تطالب وبشدة أن نفوز بكأس العالم وتتمنى الفوز بلادها وهذا طبعا بناء على طموحهم في اللاعبين الجيدين الذين لدينا هم يعرفون ماذا يحدث حينما يكون لديك هذه النوعية من اللاعبين وتشارك في هذه البطولات بالطبع إسبانيا ستؤدي الأفضل وأعتقد أنها ستكون الأفضل في البطولة طيب على دمه على مستوى الجماهير وعلى مستوى الصحافة بالنسبة لك أنت ديفيد توقعاتك أنت للمنتخب الأسباني إيه؟ دي نمر واحد والجزء الثاني هل تتوقع فوز أحد منتخبات أوروبا أم أمريكا اللاتينية؟ كمدير فني ولا أتكلم كشخص أنا أتوقع الكثير منافسة وأتوقع بطولة قوية لا تستطيع أن تحدد ولكنك تعرف من ستواجه وتعرف اللاعبين جيدا في الوقت الذي نعيشه فبعض البطولات يكون الأمر صعبا ولكن الآن الأمر يعتمد على الهدف والهدفين والحصول على نقطة ربما تصعب بك لدور المقبل ربما في ضربات الجزاء ولكن أعتقد أن الأمر صعب بالطبع الفائز هو من سيؤدي الأفضل أتمنى أن يكون إسبانيا وأتمنى الحظ لإسبانيا وأتوقع أن تفوز وتؤدي بطولة مميزة ده على مستوى أوروبا وأمريكا اللاتينية كمان لازم نتكلم على توقعاتك كمان للمشاركة الفرق العربية والأفريقية شايفي إزاي حتى القرى الأفريقية والقرى العربية من خلال كاس العالم 2022 كما قلت ربما الأمر يكون مميزين وربما لا ولكن بالنسبة لي لا أتوقع الكثير ولكن أتوقع الكثير بناء على الخبرات السابقة للمشاركة في كاس العالم وربما على مستوى الأندية لديكم أندية قوية ولكن لا يوجد قوة مميزة في كاس العالم ولا تستطيع أن تتوقع من سيتآهل الأمر ليس سهلا على المنتخبات العربية لا أستطيع أن أقول أنهم سينفيسوا كثيرا ولكن بالطبع بعضهم ربما يحدث المفاجأة في كاس العالم القادمة ولكن لديك فرنسا إسبانيا الأرجنتين لديك منتخبات لديها حظوظ أكبر من المنتخبات العربية بالفعل عايزين نسألك كمان عن اللاعب المصري يعني أنت من خلال خبراتك يعني من خلال وجودك حتى في الدوري التركي اتعاملت من اللاعب المصري على المستوى الفني على المستوى النفسي كمان وجود محمد صلاح في أفضل لعيب على مستوى العالم خلال الثلاث أربع سنين اللي فاتوا شايف إزاي إيه اللي ينقص اللاعب العربي واللعيب المصري بشكل خاص للوصول لما وصل لي محمد صلاح أنا تعاملت مع لعبين عرب ومصريين لكن محمد صلاح هو واحد من أفضل اللاعبين بالفعل ولكن الأمر لا يعتمد على لاعب واحد لتحكم على فصيل من اللاعبين العرب فبالنسبة لمحمد صلاح لا تستطيع أن تقول أن البيئة المحيطة بمحمد صلاح تؤهل محمد صلاح ليكون في هذا المستوى وإذا توفرت هذه البيئة للاعبين العرب أعتقد أننا خلال سنتين أو ثلاث سنوات سنجد لعبين بنفس الكواليتي بنفس الجودة وبنفس المستوى الذي نراه الآن كما ذكرنا عن محمد صلاح ونرى اللاعبين المصريين في أفضل الأندية الأوروبية ويؤدون بشكل جيد لديهم المستوى لديهم الجودة ولكن الأمر ليس سهلا لتظهر في محافل دولية ككأس العالم ودور أقتال أوروبا ربما أعتقد أن كأس العالم سيكون فرصة جيدة لظهور اللاعبين العرب ريفيد بنشكرك شكرا جزيلا على تواجدك معنا على شاشة قناة النادي الآلي وكل التوفيق للمنتخب الأسباني في كأس العالم قطر 22 شكرا جزيلا شكرا جزيلا لكم أبو حميد أنت من موافق شوية ديبت على المنتخب الأسباني شايف كمان المنتخب الأسباني إزاي معلوس إنريكا في كأس العالم الجاي متوقع أن أسبانيا تروح بعيد منتظر كمان جدا على القائمة يعني علشان هنعرف يعني عناصر كتيرة جدا جاي أو لا لأن إنريكا بيروح بين اختيارات واسعة جدا يا كابتن سواء على مستوى خط النص أو مستوى الهجوم أو حتى على مستوى البيت الدفاع دلوقتي متوقع أن أسبانيا تروح بعيد المنتخب مستقر من ناحية المشروع اللي إحنا كنا نتكلم فيه برضو عنده مواهب كتيرة جدا تحت إيد بتعرف تقايم المواهب ومعندهوش المشكلة لويس إنريك إنه هو يدي الفرصة في وقت كتيرة للمواهب دي أنها تبرز متخالي أن بيدري هيعمل كاس عالم كبير جدا متخالي أن بيدري هيكتب شهادة ميلاده بقى كواحد من أساطير كرة القدم في المونديال وإنت تتوقع مين هيكون النجم لأن في كل كاس عالم بيبقى فيه نجم بارس نجم المونديال لكن كمان على مستوى الإحصائيات كمان ما حضر لنا فريق الإعداد مشكورا يعني أكتر الدوريات الأوروبية يعني لعبين المشاركين في كاس العالم هيكون مين كمان أكتر الأندية حصولا أو يعني عندها لعيبة هتلعب في كاس العالم مين هنشوف ده من خلال التقرير الجاي أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد وإحنا بنشوف التقرير بكلمك بنقول كان نفسنا نكون موجودين منتخب مصر كلنا كمصريين أولا وبنحب الكرة كنا نتمنى منتخب مصر وإنت بتقول لي لو منتخب مصر كان موجود هناك كنا ممكن نعمل حاجة كويسة غير 2018 أنا متخلل أن ده طبعا يعني نتكلم في جالية مصرية تتجاوز الاثنين مليون واحد في الدوحة في قطر يعني بشكل عام أجواء جماهرية كانت هتبقى في صلحك أورعى كانت في المتناول يعني يعني نحن كل مرة نقع في منتخب صعب أو منتخب معقد أو المرة اللي فاتت كتروسيا عشان مضيفه أورجوي منتخب بعيد المنال عنها بالنسبال يعني ومنتخب شقيق السعودية آه كانت الأورعى بالنسبال لنا ساعتها في المتناول بس قلنا برضو أن المجموعة كانت معقدة أنا متهالي المجموعة اللي احنا كنا مرشحينه وعافية له كنا تخطينا السنغال إي لا كانت تتبقى مجموعة فعلا في المتناول مالشة قطر دوت كان ممكن تبقى أنت جماهريا أدو يعني ممكن تبقى أنت جماهريا أكتر منه في الملعب ويبقى جمهورك أكبر منه في الملعب وشوفنا دوت في مالشة كاس العرب في الثالث ورابع كانت جمهور مصر أكتر من الجمهور القطر في الملعب مالشة إكوادورينا متخنوة كانت يبقى في المتناول وتبقى لك هولندا دي يعني تتعدل معها تتغلب منها بس اعتقد أن احنا كنا ممكن نطلع على الدور الأول يعني بالنسبة أكبر من المنديلات التانية طيب نمسك مجموعة مجموعة وانت خلاص يعني بنتكلم على المجموعة المجموعة الأولى بتضم طبعا قطر الإكوادوري سنغال وهولندا متزنة يعني المجموعة دي على الورق على الورق المنتخب الهولندي ضامن الصعود هل فيه مفاجآت ممكن تحصل فيه للمجموعة دي يعني أنا شايف أن هولندا مش يعني آه هي المرشح الأول بس هي هتواجه مشاكل في المجموعة دي يعني أنا متخنية هتواجه مشاكل يعني ممكن تتعادل في ماتشين وتكسب التالت يعني ممكن تتقاهل بخمس نقط تتقاهل بست نقط تتعصر في مباراة بشكل مال لأنه الإكوادور خصم بدني صعب جداً جداً وهيعقد الماتش. وبغض النظر أن الملعب القطرية ملعب ممتازة جداً بس مش بتوفر لعنصر المساحة الشاسعة لبين قدرات اللعب الأوروبي على اللعاب اللاتيني. فيقدر اللعاب اللاتيني يعمل عليك ماتش بدني كبير. ماتش السنغال أنا متخالي السنغال دخل أبدوا وفع إضافية. إنه مش هيلعب معهم من البداية. المنتخب عنده نجوم كتير غير ساديو ماني. تعالى نمسك منتخب منتخب في المجموعة. لو بدأنا بالمنتخب القطري بعد الناس بتقول عامل الجمهور والأرض والدفعة الأولى لكاس عالم لأول مرة يتعامل في دولة عربية. ممكن تعود الناحية الفنية ولكن مش للمدى الطويل. هل قطر قادر على صعود الدوري الثاني من خلال مجموعة بتضم الإكوادوري السنغال وهولندا؟ هي مش بعيدة دلوقتي. يعني احنا غلنا نتكلم أن ده منتخب بطل أسيا. المنتخب اللي بيتأسس هو بطل أسيا مش على أرضه. بطل أسيا بره أرضه عادي جدا. وكسب كل المنتخبات من أول ماتش في الدور الأول لحد النهائي. ما تعادلش في ماتش. فحننتكلم على منتخب تم تأسيسه على آلية علمية. بداية من أكاديمية أسباير تحت. جابوا مدرب أسباني تحته. كانوا مهيئينة شافي نفسه. إنه يمسك المنتخب لحد ما الرجل فليكس سانشيز برهن بأسيا. وبرهن بالعديد من المشاركات منها المشاركة في كوبا أمريكا. منها مشاركة في بطولة الكورنميبول. منها مشاركة في تصفية أوروبا. وفي كل ده قطر ما كانتش خصم بعيد. يعني كان القاة بيتغلب بس مش بعيد. يعني مثلا نتعادل مع البراجوي في كوبا أمريكا 2-2. خسر بصعوبة من الأرجنتين 2-0 في آخر دقيقة. في آخر دقائق يعني. جاي الجنف الأول وجنف آخر دقيقة في المتش. فلا قطر مش بعيدة من الناحية الفنية. ولكن تبقى شوية حاجات للأسف. إحنا كلاعب عرب. يعني ككورة قدم عربية. ما نستطيعش إن إحنا نجاري فيها حاليا الأمريكيين اللاتينيين والأوروبيين. وللأسف كمان كتير من المنتخبات أفريقيا. أولا يعني اللي استمنى البدنية 90 دقيقة. النقطة دي بتبقى عامل فاصل في المنديال. إنت بتلعب عدد مطشات كبير في وقت قليل. كل المجهود البدني مبزول. مش مرشح أي مطش أن يروح للزكور كبير. هنا العمل البدني بيكون فارق. وعشان كده بنلاقي لعاب مثلا زي توماس مولر على سبيل المثال بيتفوق جدا في المنديال أكتر من أي لعاب تاني. مع أنه ممكن ما يكونش أفضل اللاعبين فنيا خياسا لأقرانه. ليه لأنه قادر واقف على رجله ومركز 90 دقيقة. فنجد أنه دلوقتي توماس مولر برشح ما يبقى هداف المنديال التاريخي مثلا. لو جاب خمس تجوان دلوقتي هيعدي كلوزة ويعدي رونالدو ويعدي كل الناس دي. المستوى بدني مهم جدا وكان هانز فليك قال لك أنا جودسة على سبيل المثال من خمس سنين مش في المنطقة. بس أنا جايب وشايف أنه ممكن كل تلات يام يلعب تسعين ديها بنفس قوة بدنية. فهو يعني المعادلة البدنية بشكل عام بدأت تبقى لها أمية كبيرة في الكرة. أي أن كان بقى التجهيز القطر للمسألة دي صعب جدا نجال المنتخبات دي بدنية. خلانا نحط الموضوع في النصابه كده صعب جدا المنتخبات العربية تجاري المنتخبات دي من الناحة البدنية. قطر ما تعرفش الجاري هولندا قطر ما تعرفش الجاري الإكوادور قطر ما تنفعش الجاري السنغال. تقدر تجارية بقى بالعوامل الخارجية الروح والجماهير والأجواء بشكل عام والاستعداد. ممكن قطر أكبر منتخب عنده دوافع للبطولة دي لأنه بيتهيق لها من سنة 2010. من سنة 2010 عايزين بيجنسوا وعايزين منتخب قطري قوي حتى اللعب القطري. الكوالي بتاعته ارتفعت فإنها عندنا لعاب زي حسن الهيدوس من قائد منتخب قطر واحد من أفضل اللاعبين في آسيا. قبل كده كان فيه وليد جاسم خلفان إبراهيم خلفان أحسن لعب في آسيا. كل دي عوامل تخلي منتخب قطر آه مش منافس عشان طموحاتنا ما تروحش بعيد بس مش بعيد أو عن منتخبات المجدد. دايما على مستوى المنتخبات يعني خلينا نتكلم دايما الجزء اللجومي بيبقى جيد إلى حد ما. ولكن تبقى المشكلة في الخط الدفاعي وعلى مستوى حراس المرمى على مستوى المدفعين. هل منتخب قطر عنده نواحي دفاعية قادرة أنها تصمد وعنده نواحي هجومية قادرة أنها تسجل في المنديال خاصة في الدور الأول؟ يعني هو الدخاء تدفع منتخب قطر بالكامل مجنس. بالكامل مجنس هم نتكلم بس نتكلم على العبد الكريم حسن أفضل باكليفت في آسيا وخد أفضل لعب في آسيا. نتكلم على بيدرو في الظاهير الأيمن. نتكلم على خوخي بعلام وبسام الراوي واحد من أصول جزائرية واحد من أصول قطرية. كل دي أسماء أثبتت أنها متفوق على الجانب الأسياوي سواء على مستوى الأندية أو على مستوى المنتخبات. عملت بطولة كاس أسيا مثالية في 2019. التحدي الليفل مختلف وحضرتك أكتر حد تقدر تقولينا على الكلام ده. لأن حضرتك جيت من لعبتك أسعالم وكنت حضرتك ساعتها محلي يعني موجود في. بس لما حضرتك روحت الى احترف شفت الليفل شفت الليفل المختلف. فلما أنت كنت حردتك مثلا تلعب على فنباستن عشان كنت أعايز أسألك عن نقطة دي فنباستن ولينيكر والناس دي. حضرتك توجيء يعني حسب لفرق إزاي في التعامل معهم كلعب؟ أوه بس كان الموضوع كان نفسيا كان فيه ألأ واضح جدا وخاصة قبل المباراة. لكن العملية بعد عشر دقائق ربع ساعة. الواحد أنا كنت ألقان ليه؟ يعني أنت قادر طالما أنت. لعب عادي قادر لعب عليها. أنت مركز الفرقات مش كبيرة أو للدرجة دي لدرجة أن أنت فيه فرقات وفرقات على مستوى عالي جدا. قد يكون حتى المنتخب الهولندي كان مستضعفنا أو مش عامل حساباته بشكل كويس لمنتخب المصري فكان بيلعب على قد المباراة. لكن لما المباراة يمكن شدت وإحنا كنا ند هما كمان شدت. فلاقيت الفارق مش كبيرة يعني الفارق نفسها مش كبيرة. لكن يبقى الخبرة والخبرات الكبيرة جدا جدا ودي نقطة كمان كنت أسألك الخبرات بتعمل فرق؟ ولا دلوقتي خلاص موضوع الخبرات قال لي لحد كبير أن اللعاب عنده خبرة بيهتم دلوقتي بالنواحة البدنية أكتر. النواحة الفنية أكبر. التيمورك داخل الملعب بشكل أكبر. النواحة دي مهمة جدا جدا في كاس العالم اللي هنشوفها خلال كاس العالم اللي جاي. أنا متخل لسه الخبرة لها دوري. هنقول للكلام اللي هننتكلم في ده. بس الخبرة اللي هتخليك مثلا قدام منتخب أكوى منك تطلع واحد صفر لو أنت جبتوا جون بدري. يعني هي الحاجات دي لسه موجودة في الكورة. الارجنتين خدت بها كوبا أمريكا يعني. البرازيل كانت أفضل بمراحل في النهائي. بس الارجنتين طلعت الماتش خالص من كورة القدم. لأن عندها أكتر من عنصر خبرة. هي دي النقطة. الده لسه موجود في الكورة. واللي يقول لك أن ده يعني اللي يقول أن ده ينتهي من الكورة صعبة جدا. لأنه لأنه ده ضد القوانين الطبيعة بشكل عام. حد بيمارس الشيء أطول من فلان الثاني. فلان الثاني هيبقى محتاج جهد كبير عشان يوصل لنفس مستوى بس. في مدرب بقى مارس وشايف أكتر وعنده خبرة أكتر من الاتنين. فيعرف زي ما تكلمنا مثلا على نموذج موكوكو على سبيل المثال. يعرف ينزله في وقت إمن المتش. موكوكو ده يعمل تأثير. موكوكو يلعب على الحتة النوفرش وسريع ونشط وتعرضه للإصابة أقل. لأنه بحكم أنه شاب عنده 17 أو 18 سنة. كل دي بقى عوامل المدرب هو اللي بيحسمها. ولكن تظل يعني المدرب هيعرف يستخدم الخبرة إزاي. والمدرب هيعرف يستخدم الشباب والروح إزاي. كل شيء في إطار المدرب. لكن لا دي هتختفى من الكورة ولا دي هتختفى من الكورة. صحيح. هنشوف يعني هنطلع فاصل سريع كمان عشان نشوف السنغال. يمكن بعض المصادر في ألمانيا بيقولوا أن يمكن ساد يومانية حيغيب عن المباراة الأولى أو الثانية في المنديال مع المنتخب السنغالي. بعد التقارير بتقول أنه كده كده هيسافي. ولكن قد يلحق بالمباراة الأولى. نشوف كمان حزوز السنغال في هذه المجموعة لتضم الإكوادور وقطر ومعها المنتخب الهولندي بعد الفصل. أهلا بحضراتكم مرة تانية. أحمد عايزة أقف عند السنغال. المنتخب السنغالي ويمكن الأسبوع اللي فات إصابة سادي يومانية في البوندزليجا عملت قلق كبير جدا جدا على مستوى المنتخب على مستوى المدير الفني على مستوى اللاعبين. شايف المنتخب السنغالي إزاي بدون سادي يومانية ومع سادي يومانية؟ أولا تتوقع أن سادي يومانية حيلحق بكسل عالم ولا الإصابة هتمنعه شوية؟ لا 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 هيلحق بكسل عالم 100% أنا متأكب من ذا ويعني بشكل ما عندي معلومة عن الموضوع دا هو هيسافر 100% رئيس التحاد السنغالي النهاردة أو مسؤولين في مصادر في التحاد السنغالي كلمت وكالة الأنباء الفرنسية النهاردة وقالوا أنه المؤكد أنه نسافر. بس هي الحق إيه؟ هي الإصابة في الدكتورة كابتن وتقريبا يعني مش صغيرة يعني تقريبا في الضمة ومش صغيرة فتستغرق مينموم ثلاث أسابيع. يعني نحن نتكلم في ثلاث أسابيع دا منموم ثلاث أسابيع يبقى الماتش الثاني يعني بيجهزوا الماتش الثاني مش هتغمر بيه الماتش الثالث غالبة ممكن سادي ومانيا الحق. هيأثر غياب سادي ومانيا في أول ماتشين وحزوز السنغال إيه في المجموعة؟ يعني لو كلمنا عن المجموعة فيها قطر إكوادور السنغال هولندا رتب لنا المجموعة وهل السنغال قادر على الوصول حتى المركز الثاني؟ قطر ممكن تعمل مفاجأة الإكوادور كمان ما تكلمناش عليها شايف برضو منتخب الإكوادور إزاي؟ يعني أنا شايف السنغال عندها فرصة أنها تعمل مندلم الحامي بشكل عام لأنه تخيل حضرتك السناريو كده كابت أنها عملت نتيجة إيجابية قدام هولندا في أول ماتش ليها وبعدين عرفت تاخد أربع نقط من الإكوادور وقطر هتتأهل أكيد تاني أو أول بس هتأهل أكيد ويرجع سادي ومانيا أنا بكلم حارتك بقى في النقطة الإعلامية بقى يرجع سادي وانيا في المرش الثالث ويدخلوا دور المجموعات يدخلوا الدور الثاني بالمنتخب بتاعهم اللي بينشط في أكبر أنديد أوروبا بالحالة الفنية والمعنوية المنتخب السنغال محققها بعد الوصول للمونديال والوصول على كهاز أم أفريقيا الأول مرة في تاريخه بعودة النجم الأبرز بتاعه كل دي أجواء مهيئة لكهاز عالم ملحمي يفسد كل شيء بقى إمتى؟ لما يتغلب مثلا بسكور قدام هولندا لو ده حصل لقطة دي أو أنه هو ما ياخدش عدد نقاط كافي من منتخب قطر ومنتخب الإكوادور هنا الدنيا ببوز بس إذا مر بسلام من أول مطشين ما تغلبش فيهم بشكل واضح ولعب على مطش الثالث يرجع في سادي ومانيا أنا منتخب المنتخب السنغال هيروح بعيد في البطولة أصلا يعني أنا برشع منتخب السنغال أنه على الأقل خالص خالص يكمل لأبعد من مراحة غانب ربع النهائي في 2010 اللي هو أفضل إنجاز أفريقيا عبر التاريخ أو على الأقل خالص يعدوا الرقم القياسي بتاعهم هما في 2002 لما وصل ربع النهائي أعلى ولما أقصوا فرنسا من المونديال ووصلوا ربع النهائي برضو فأنا متخالص سنغال لأسنغال عمدها حظوظ كبيرة لو على الترتيب زي ما حضرتك بتقول أنا بقول هولندا سنغال قطر إكوادور هولندا سنغال قطر إكوادور طيب نتكلم على المجموعة الثانية بتضم إنجلترا إيران وأمريكا وويلز برضو مجموعة تحس واضحة بشكل بير فيه فوارق ما بين المنتخبات كلمنا على منتخب إنجلترا الظروف اللي بديموربيا ساوز جيت من مشاكل وانتقادات القايمة شايف إزاي المنتخب الإنجليزي في المجموعة دي وتأهلوا للدور الثاني خلينا نقول بسيط حاجة بسيطة على الإكوادور على الإكوادور بس عندها مدافع ممتاز جدا في بير ليفركوزن هينكابي هيبقى مطمع عنديت أوروبا بدعوا الناس تبصوا على هينكابي ده في المونديال أعتقد أنه هيفرق جدا في الكارير بتاعه أهم أن نجمع عندهم إنرفانينسا بيلعب في فنربخش في الدور التركي منتخب قادر يصعب الأمور بدنيا على هولندا وعلى السلسان هيلعب بدني صرف بس ما تخيلش أنه هيروح بعيدش المجموعة لا في المجموعة لا في كاس العالم لأنه ما عندوش بصراحة قليت لعب هجومي واضحة مع ألفار والمدرب بتاعه بالنسبة للمجموعة التانية فهي مجموعة تجر شكل المجموعة التانية دي كل أطرافه عندهم مشاكل برا الملعب وجوه الملعب عندهم مشاكل سياسية وجوه الملعب كمان فعنا بنتكلم على أمريكا وإنجلترا وإيران وويلز تاريخ من الحروب أصلا المجموعة فيها مليون مليون أتين فعلى المستوى المنتخب الإنجليزي أنا برضو في انتظار إعلام القائمة يعني من أكتر المنتخبات اللي أنا متشوق أعرف القائمة النهائية بتاعتها عنده يعني قماشة لم تتوفر الإنجلترا يعني من ساعة من أجال بعيدة أيوة طب الخوف من إيه دايما لما تقولك منخب الإنجليزي هو نفسه هو الخوف يعني هو هو الخوف لأنه أنا متخيل إن الجيل بيكبر في السن الجيل ده عمال يكبر في السن فيه آلية تكوين لعناصر تحت ماشية كويس وهو كمان ليه دور فيه علشان من يكون منبص بعين منصفة يعني ليه دور طبعا من المنتخبات الأدنى تطلع كل المواهب دي عنده نجوم دلوقتي في كل سن يعني وبس مش عنده نجوم في كل مركز عنده نجوم كبيرة في كل عمر فعنده جود بيلنج هامل عالم كله مستني بيلنج هامل يفكاس العالي عنده لعيبة أكبر شوية 25-26 بحجم هاري كين عنده لعيبة أكبر شوية منهم في خط الدفاع بس يتبقى أولا البين الدفاع فيه مشاكل يعني إنجلترا حتى الآن لو اعتمد فعلا على هاري ماجوير وهاري مينجس نحن نتكلم في أنا متخيل مشكلة كبيرة مشكلة كبيرة أنا وراح بعيد في البطولة عنده مشكلة في الإصابات الكتيرة اللي حصلت على مستوى الظاهرين وأنا مستني شوف موقف كايلووكر عالحق ولا لأ أرنولد مش داخل البطولة بأفضل شكل ممكن بنتش الولد صاب خلاص واللي اعتماد 100% هيبقى على لوك شو فأنا متخيل رباعي خط الدفاع فيه مشاكل بالنسبة لمنتخب إنجلترا متخيل إنه برضو أزمة سوز جيت في التحفظ المبالغ هيعدم المجموعة 100% من المجموعة دي بس أسئلة هتبتلي تكتر في الدور التالي اللعب لأنه عنده تحفظ شديد جدا بيجيب جون وخلاص الموضوع بالنسبة له أنه بيتراجع بشكل كبير كل النجوم اللي موجودين في المنتخب الإنجليزي غير قادرين على إن إنجلترا تتحط من ضمن المرشحين اللي كاس العالم هو كمان فيه نقطة فيها مشاكل يا كابتن اللي جابت بقى أجاب بيها حددتك على السؤال ده إن إنجلترا راحت مربع زهب في 2018 فتصاعد الضغط الإعلامي كمان على ساوس جيت بقى له خمس منشط ما بيكسبش على الصعيد الرسمي قبل المنديال هيخليه على الأل خالص هو مطالب علشان يبقى في منصبه إنه على الأل يوصل مربع زهبي الحالة اللي بيوصلها ساوس جيت لما بيتضغط بالشكل ده ما بيكونش إيجابية هو مش مدرب مش مدرب يجيد التعامل مع الضغوط اللي بالحجم ده ومش مدرب يجيد التعامل مع الضغوط الإعلامية منش إيطاليا اللي تكلمنا عنه وقبل كده لما كنا هنا في المحترف في دور الأمم الأوروبية كان ممكن يطلعوا من كل ده إنك تكسب الخصم اللي خد منك أمم أوروبا في ومبلي كان بالنسبة له ممكن يديروا الحتة دي كان مريب جدا بس للأسف ما جاتش يا ما جاتش برضو فمنتخب إنجلترا بيواجه أزمة نفسية كبيرة جدا أنا ما تخيلش النساء وسجيته يعرف يحلها يعني ما تخيلش لأنه على طول عمال يسمع هيقال إمتى هيقال إمتى الحالة دي لما بتتصدر بالذات في بلدين يعني مستوى الضغط بيكون فضيع فيهم إنجلترا وإيطاليا صحفتهم ضغطة لدرجة كبيرة جدا أسبانيا بتعرف تلعب مثلا اللي بدأ على المنافس يعني الصحفة الأسبانية تعرف تصدر الضغوطات دايما للمنافس إلا لو أسبانيا طلعت خلاص روحنا نبتد نصدر الضغوطات عليك فلا إنجلترا وإيطاليا غير كده إنجلترا وإيطاليا على طول حتى لو أنت كسبان هو عايزك تكسب أحسن وعايزك تكسب أفضل ده بيصدر ضغوطات عليك سوزجيت مش من المدربين اللي بيوجد التعامل تحت الضغوط فأنا متخال منتخب إنجلترا يعني 16-8 أنا متخال أنه ربع النهائي أقصى مسافة قدر يوصل لها منتخب الإمتى على مستوى ثلاث المنتخبات إيران أمريكا وينز أمريكا منتخب متطور جدا أمريكا عنده عناصر متطورة جدا بس في مشكلة حصلت أنهم كتير منهم راحوا أنضيت أوروبا في سن صغيرة فنزلوا بعدين صف تاني وصف تالت لو كانوا بقيوا سوية في لفل متوسط في أوروبا أنا زي سيرجينيو ديست على سبيل المثال زي أسام كتير في منتخب أمريكا بس أنا متخال أمريكا هو يعني هي اللي هتصعد المرة دي مع ويلز وإن كنت مع معزي مع إنجلترا وإن كنت حاسس أن كيروش هيعمل حاجة في المجموعة دي فعلا يعني كيروش هيعمل حاجة يعني كيروش مع إيران متمرس عارف شخصية المنتخب الإيراني بشكل كبير كيروش من خلال رؤيتنا مع منتخب مصر عنيد يعني بيلعب بالمبرارة التسعين دي بتاكتك مختلف بيدافع بشكل كويس يعني داي دايق شوية المنتخب الإنجليزي هل يكون ليه فرصة أنه يوصل على حساب مثلا أمريكا أو حساب ويلز ليه فرصة طبعا هو على نفس القدم مع أمريكا ويلز يعني ما تقدرش تقول فيه فرؤات فضيعة بين الثلاث منتخبات وكيروش مدرب كاس عالم يعني هو مدرب مجدف كاس العالم حتى لو ما صعدش كتير بمنتخبات لأماكن بعيدة بس لنك تقول لي منتخب إيران المجموعة اللي كانت فيها أسبانيا والمغرب المنديالي اللي فات ويعرف يعمل كل دوت ويصعد فيها تاني وما إلى ذلك وقبلها يتغلب في 2014 من الأرجنتين في الدات السعين يعني هو مدرب يجيد التعامل مع الفرق الكبيرة على الأقل خالص هيزهقك في عشتك ويطلعك واحد صفر بالعافية وخرجك من شعورك فمنتخب زي ويلز هيبقى مش متخيل ممكن يعني إيران هذا مش شايف المنشع يبقى عامل إزاي أو يعني هي مشط ممكن ما تبقاش ما تبقاش يعني ممتع يعني ما مسوكة وما تبقاش ممتعة إنجلترا أنا متخيل طبعاً هتبقى الأول يعني باكتساح ممكن تاخد 9 ناط من المجموعة بس المنتخب التاني أنا بشوف أمريكا لها قدم شوية على ويلز وإيران بس إيران هتلعب دور الحسم في المجموعة دي طيب نروح للمجموعة التالتة الأرجنتين السعودية المكسيك وبولندا يعني مجموعة مليانة قصص المجموعة فيها قصص تاريخية سواء بين الأرجنتين والمكسيك المكسيك يا البلد اللي الأرجنتين خدت فيها أخر نسخة للمنديال 1986 المكسيك المنتخب اللي بيمثل يعني فقل خير دايماً للأرجنتين في المنديال بشكل عام بيواجهه في معظم المنشطات اللي من الأرجنتين والمكسيك اللي لم تكن كلها علشان ماقولش رقم يعني ممسوك معظم المنشطات اللي الأرجنتين بتواجه المكسيك فيها بتكسبها بشكل مريح وبلقطات أيقونية زي أفضل هدف في كاس العالم 2006 على سبيل المثال بتاع ماكسي رودريجيز السعودية في المجموعة دي يعني كان الله في فعولهم كلهم بسعودية عندها فرصة أنها تعمل منديال كويس أنا مش بقول توصل بعيد عندها فرصة تعمل منديال كويس لأن المنتخب الوحيد في الـ 32 منتخب اللي عسكر كما يريد اللي عمل معسكر تحضيري كما يريد حتى منتخب قطر مفيش معسكر مقفول بالشكل ده السعودية سفروا أبو ظبي من شهر ونص من دلوقتي بقالهم وفي التصفيات كانوا ماشيين بشكل كويس جدا ومعهم مدرب خبير هيرف رينار مدرب محترم جدا بيلعبوا قريب لبلدهم بيلعبوا قريب لجماهيرهم عندهم كذا عامل مساعد ومفيد الارجنتين في المجموع بمع ظلمتهم شوية اه ظلمتهم جدا بس أنا متخلقة أسهل كان ممكن السعودية نرشحها للدور التاني على الأقل وكان يبقى بيحققوا أفضل إنجاز من بعد 94 اللي هو التأهل للدور التاني ده أفضل إنجاز في تاريخ السعودية الارجنتين فيه الرقم بسيط كده ممكن نقوله أي لا يعني لما بيبقى نجم انتقل حديثا لباريستان جرمان نجم كبير راح باريستان جرمان وبعدها بسنة بيبقى كاس العالم غالبا بياخد كاس العالم الله فرونالدينيو راح باريستان جرمان 2001 خد كاس العالم 2002 امبابي راح كاس العالم 2007 راح باريستان جرمان 2017 خد كاس العالم 2018 ميسي راح كاس العالم 2001 ده أنا مش عايز أكتل من كم اه في الحلقة لجد فدي مفرقات بسيطة وطبع الأرجنتين أنا شايف أنها من مرشحين العوائل اللقب بغض النظر عن ميولاتنا عن ميول أنا كواحد بشجع برشلونة خبل أول مرة متماسك جدا كورة ومتماسك جدا في غرفة الملابس وعنده استعداد يعني يعمل أي حاجة علشان ميسي ياخد البطولة دي البطولة دي كلها بتهدى الميسي حتى المدرب يعني داخل في منظومة انه عايز يخدم ميسي كل الناس عايزة تخدم ميسي بالبطولة دي ودي الحالة لميسي افتقدها طول 13 أو 14 سنة من التمسيل لأرجنتين دايما معاها نجوم مش نجوم كبيرة على مستوى الملعب كبار جدا بس ده ما بيبقاش كفاية علشان ناخد بطولة هي دي النقطة لما جمع 11 ريك مكبار قوي وقعد أقول لهم ينزلوا كسبولي مش غالبا مش هيكسبوا كل النماذج اللي في التاريخ كان لازم يبقى عندك 5-6 لعيبة تقال بس يعني روحهم أكتر من مهارتهم ولعيبة جمدة طبعا موجودة تانية ده التوليفة اللي تديك منديال أو تخليك تلعب بطولة مجمعة بالشكل الأمس أنا بتطفق معاك المنتخب الأرجنتيني مرشح بقوة زي مقال أحمد كل العناصر وكل التأهيل على مستوى البدني والفني والجماهيري وكل حاجة يعني بتزوء المنتخب الأرجنتيني للحصول على زي الكأس لكن كمان معنا بعد الفاصل محمد الباز عبر زوم يقول لنا كمان رؤيته ورؤية النقاد والشارع الألماني في منتخب ألمانيا هل منتخب ألمانيا بعد يعني الحصول على كأس العالم 2014 ثم يلاقي الخروج المبكر في 2018 في روسيا هل ستعود ألمانيا لمنصات التطويق في قطر 2022 نعرف مع محمد الباز بعد الفاصل أهلا بحضراتكم مرة تانية أحمد من خلال وحدة بنشوف الجرافيك دوت تاني غياب المنتخب الإيطالي لو كان تواجد المنتخب الإيطالي بالحلل موجود فيها كان هيعمل حاجة في كأس العالم القادمة بالظبط أنا متأكد يعني متأكد أن إيطاليا يعني يبتيجي تعمل حاجة قوي يعني توصل نص نهائي نهائي وتكسب يا إما بتطلع من دور الأول وبتبقى مفاجئة الموضوع إيطاليا ما عندهاش حتة في النص إيطاليا يا إما بتبقى من أقصى الشمال لأقصى اليمين زي ما بيقولوا حتى مثلا بتذكر 82 مثلا فاولو الروسي كان طالب عيدة جدا ما حاجب يرشحها أصلا إنها تخذ المنديل في البطولة دي تقريبا اتعدلوا 3 مباراة اتقاهلوا عشان قانون جديد مستحدة بين التوالد ومال التوالد ووقعوا في البرازيلة كان أقوى منتخب ساعتها اللي وقع ببرازيلة 280 ده واحد من أقوى المنتخبات في تاريخ كرة القدر بكلها ببرازيلة 280 يكسبوهم 3-2 في ماتش لحد الوقت الإيطاليين يسمينه نجاة الرب يعني بيقولك إن ده النجاة إن إحنا رب نجاونا بس لكي عندهم فاولو الروسي قبل البطولة بأيام كان محبوط يعني أجواء يعني غير طبيعية بس إيطاليا دائما بتكون رقم فارق في المجموعة بتاعتها أو في البطولات المجمعة بشكل عام طيب إحنا معنا الباز يا جماعة معنا الباز طيب كمان يمكن أحمد أحمد كان رشح المنتخب الأرجنتيني لكن كمان معنا محمد الباز وأنا عارف محمد الباز عاش كتير جدا جدا في ألمانيا ومتحمس جدا للمنتخب الألماني معنا عبر زوم محمد نساء الخير عليك نساء الخير كابتن هاني نساء الخير على حضرتك وعلى أحمد مجدي أنت في ألمانيا الليوقتي يا محمد في هامبورغ هامبورغ حلو كنا بنتكلم طبعا على كهس العالم وطبعا يعني المنتخبات وبنتكلم على المرشحين عايز أعرف منك الأجواء عندك إيه بعد طبعا القايمة اللي خرجت وهل في ردود أفعال بالنسبة للقايمة هل غياب بعض النجوم في انتقادات على المدير الفني هانس فليك شايف عندك الأجواء إيه اللي استعداداتا لكس العالم 2022 بالنسبة لألمانيا طبعا مبدئيا عايز أجاوب أحمد كان بيتكلم دلوقتي على الأرجنتين ويعني عايز أقوله أن النهاردة برضو في الصحف الأرجنتينية كان فيه كلام كثير جدا على أنهم عايزين يقابلوا المنتخب الألماني عشان ياخدوا بالسقر في مباراة 2014 مش فاهمين مش فاهمين بيقولك مش فاهمين حاجة عايز أقول عايز أقول أن ماريو جودس رجع تاني يعني موجود النهاردة القائمة وده صاحب الهدف الشهير 2014 ويعني كانت مباراة عظيمة جدا فبرجوع لسؤال حدثك طبعا أولا القائمة عليها يعني رضت شكل كبير جدا الوقوف كان عند ثلاث لعبين أبرزهم كان هولمز مدافع دورتمونت كان الصحافة كلها النقطة كلمت عنه حتى في المؤتمر الصحفي طبعا هانزي فليك للتشكيلة بدأت المناقشة من الصحفيين والإعلام طب ليه هولمز ما كانش في المات هولمز مدافع دورتمونت ليه ما قدتوش يعني الرجل في التوب فورم قايم بدور كبير جدا متقبل ألماني يعني عنده بعض المشاكل الدفاعية واح خلاص يعني وصلنا عندنا مدافع جانب روديجر طبعا الكتيبة الدفاعية للمنتخب الألماني وريال مدريد فكان الكلام قال لا هو هولمز بالنسبة لنا لقاعد طبعا كبير وأنا كلمته شخصي شخصي في التليفون قبل إعلان التشكيلة ويعني أنا طلبت منه أنه هو يواصل طبعا في الأداء ولكن للأسف أنا يعني بضطر أن أنا ألعب بتشكيلة معينة بعناصر معينة تخدم أو تخدم التوليفة وطريقة اللعب بتاع فده كان من أهم العناصر اللي كان عليه النهارة تثبت وكان في حديث كتير عليه فيه لعب تاني اسمه فلوريان فريدز ده عنده 19 سنة ده طبعا لعب نص ملعب كابتن هاني فريدز برضو كان من الكلام برضو فيه انتقاضات يعني هانزي فريك ليه ما كانش فريدز اللعب صغاية 19 سنة برضو كان فريدز عائد من إصابة لسه بيتعافى منها في المباريات الأخيرة فلعدم الاستعدادية أو أنه مش كامل بشكل كامل واضح من ناحية الفنية اللي هانزي فريك فتم اختبعاه ولكن طبعا هانزي فريك زي ما احنا عافين بيعمل التوليف أما بين عنصر الشباب وعنصر الخبرة عنده أربع لعبين نقدر نقول يعني موكوكو يعني يوسف موكوكو في حلقة من الحلقات كلمنا مع حضرتك يعني يوسف موكوكو المهاجم دورتموند وقلنا انه ده لعب بارز وحنصوفه في الفترة القادمة تم طبعا استدعاءه في تشكيلة منتخب ألمانيا اللعب ده عنده 17 سنة يعني مهاجم وهداف بروسيا دورتموند لهذا العام موكوكو 17 سنة عندنا جمال موزيالة 19 سنة طبعا اللعب الكبير تعطين يونيخ عندنا طبعا كريم إدمي كريم إدمي ده لعب المهاجم أيضا لبروسيا دورتموند عنده 20 سنة وتم ضم كوتشاب كوتشاب ده المدافع سنتر باكك ابتناني بتعطاه في البريمير ليد لا بده عنده 20 سنة كلها عمر صغيرة محمد ويمكن كنت بكلم أحمد في الموضوع دوت وأحمد كنت بتكلمني في مشكلة في الدفاع بتقول لي منتخب ألمانيا منتخب قوي ولكن عنده مشكلة في الدفاع لو عندك أي أسئلة للباز بالنسبة الجزئية دي يعني مسأل فولي يا باز عامل إيه أخير أحمر أحمر ساب أخبارك يا رب أنا كنت بقول الكابتن أنه في مشكلة في السنتر باك اللي هيلعب جنبه روديجير أنا كنت شايف إن استبعاد هوملز ماتس هوملز يعني فيه فيه علامة استفهام كبيرة خصوصا غالبا العنصر اللي هيجي جنبه هو سولي نيكرا السولي أنا بحس أنه سولي عنده مشكلة كبيرة يعني في اللي هيلعب فيه اللي هو بتاع بتاع كاس العالم أو قدام خصوم كاس العالم فأنت إلى أي مدى الأول رصد يعني الصحافة الألمانية الآن مثلا من مشكلة في قلوب الدفاع أو على مستوى خط الدفاع بشكل كامل مع مع اتجاه في لك كان يجيب عناصر شابة كتير وإنت إيه رأيك الشخصي في الموضوع ده أنا رأي الشخصي المتفق تماما إن كان هوملز لاعب في التوب فورم مدافع دورتموند المفروض يكون متواجد أو بتفق معاك تماما زيلا مش دايما يعني معندوش الاستابيليتي يعني يعني لاعب مدافع عنده أخطاء كتيرة جدا هو بتقدم كتير ولا كان من أهم الركاز لبايم يونيك في سنوات الماضية قبل طبعا انتطاله دورتموند في هذا الموسم زيلا طبعا عنده مشاكل كتيرة عندك حق يعني متفق معاك تماما وكان لابد من وجود هوملز ولكن نرضى في تصريح في المؤتمر الصحفي لهانزي فليك يعني تم سؤاله هل من الممكن ان انت تستدعي لعبين تاني أو تغير في التشكيلة في الأيام القليلة المقبلة قبل السفر هم مستفين طبعا عمان وفي مباراة ودية والمعصر مقام في عمان قبل طبعا السفر يوم 18 نجمبر ليه في قطر فرد هانزي فليك وقال طبعا وارد جدا احنا مصرح لنا بأربعة عشرين ساعة قبل البداية تأس العالم هنا اقدر استدعي أحد اللاعبين فعطاق فيه ضغوط اعلامية من ناحية هوملز بشكل كبير جدا الخوف طبعا بوجود زيل جنب روديجر ده يكون قلب الدفاع انا عايز اقولك ان كوتشا بالمدافع بتاعتها فانتون ده لها طبعا زي ما قلنا عشرين سنة بس اعتقد حيكون ليه ادوار كبيرة جدا من وجه النظري ان هو حيبدأ دايما بزيل وهيبدأ بروديجر في قلب الدفاع وطبعا هيعتمد طبعا على الزهير الايمن والايسر دايما متعارف عليه دايما معروف بيلعب هوفمان في ناحية اليمين او بيلعب طبعا بيراوه من ناحية الشمال دايما بيعتمد على هوفمان كظهير طبعا باكرايد بيتقدم وبساعد طبعا لو كان حيلعب قدامه بنبي على سبيل بسال فاعتقد هانزفليك بيعرف دور اللاعبين وهو واصل تماما بالمنظومة الدفاعية مع الازهرة اللي تم اختيار طب محمد اتكلمت على الشكل الدفاعي قبل طبعا من ننهي معاك عايزين كمان على مستوى الهجوم على مستوى رجوع الجدسة بعد غياب يعني امتد الخمس سنوات عن المنتخب الالماني كمان بيستدعي لكاس العالم ردود الأفعال هناك هل فيه رضع عن انضمام جدسة وعودة جدسة مرة تانية للمنتخب الالماني ام انتقادات لزيعة ايضا لهانزفليك هنا في نقطتين اولا لا ما فيش انتقادات طبعا لان لعب جدسة ده بيفكرهم بمورات تاريخية 2014 فهموا متفائلين به حتى النهاردة رفعوا طبعا في المواصع وبعض السوشيال ميديا في المانيا رفعوا الصورة اللي كان فيها التشيرت لما جدسة رفع في شيرت رويس انه هو بيقول له بنهديه لكاس العالم حتى ماركو رويس تم مصاب في كاس العالم 2014 تم مصاب هذا العام ومش هيشارك للأسر كان فيه مخاوف كبيرة جدا في الايام الاخيرة في النحية الهجومية في الشكل المهاجم السريع خاصة بعد اصابة تيمو فيرنر تيمو فيرنر طبعا اصاب في الايام القليلة الماضية اصابة ماركو رويس كان فيه لاعب مستبشرين بيه خير اسمه لوكاس نيميشا لوكاس نيميشا ده طبعا مهاجم فولسبورد شفنا المباراة الاخيرة فولسبورد صديق عمر مرموش امام دورتموند وطبعا لوكاس نيميشا احرز الهدف الثاني يعني الرصاصة اللي قتل بها دورتموند وفات بعد احراز الهدف الثاني كما يصاب لوكاس نيميشا فاسمح فيه مقاوف كبيرة جدا من ناحية الهجومية ما عنددتش مهاجم سريع ده عمل ايه هانس زي ما قلنا ضم مقوقه يوسف مقوق اللي هو سبعتاشر سنك ضم كريم ايدوي معاه طبعا كتيبة نارية خلفه يعني لو نتكلم على وزي ما قلنا هو قوام بايرن ميونيش قبل ما نتكلم على بايرن محمد خلينا طالما انت موجود هناك وكان شيء مهم كمان لمنتخب السنغال نتكلم كل الناس بتتكلم على اصابة ساديو ماني الاجواء عندك ايه وتأرير التبقية اللي خرجها من البايرن بتقول ايه هل اصابة تستدعي غياب كامل عن المنديال هل هي اصابة لمدة ايام او اسابيع ولا ايه لا قلنا برضو موقف ساديو ماني مع منتخب السنغال هيكون ازاي انا تواصلت النهاردة بخصوص الخبر ده مع الجهاز الاعلامي لبايرن والنهاردة نزلوا اوب ديت على الوصف الصفحة الرسمية لبايرن كل اللي ذكروا فيه بخصوص ساديو ماني انه هو هيغيب عن المباراة القادمة مباراة شلتة يوم السبت القادم وانه فيه هناك فحصات مازالت مستمرة وانه هم على تواصل مع الجهاز الطبي لمنتخب السنغالي ولم يعلنوا بشكل رسمي انه هو قد يغيب عن كأس العالم الكلام كثير في الصحف انه هو قد يتارك ولكن ممكن ما يشاهدش باول مباراة ولكن هو حيلطحك بالتشكيلة طبعا وممكن يسافر عادي ولكن من المحتمل الا يلحق اول مباراة ولكن رسميا من موقع بايومونيق والجهاز الاعلامي النهاردة صرحوا بكلام واضح وصريح انه سوف يغيب فقط عن المباراة القادمة اللي هو الجولة الاخيرة اللي هي أبدا ستعرم يوم السبت القر محمد بنشكرك شكرا جزيلا على وجودك معنا من هامبرغ ان شاء الله نشوفك لما ترجع بالسلامة شكرا جزيلا محمد الباز عبر زوم من هامبرغ كان معنا على شاشة قناة النادل الآن زي ما انت قلت يعني الامور بالنسبة لساديومانية ما بين جزئين الجزء الاولاني هل يلحق المباراة الاولى التانية التالتة ولكن وجوده مهم جدا جدا لمنتخب السنغال طيب نتكلم على المجموعة التالتة او الرابعة اللي احنا وصلنا للمجموعة الرابعة لا عايزين ناخد مجموعة البرازيل سربيا سويسرا الكاميرون برضو مجموعة قوية جدا الاسماء فيها وخاصة المنتخب السويسري عامل شكل مميز جدا جدا مع مراد يكين شايف المجموعة دي ازاي من وجه نظرك الفنية ومين اللي حيصعد منهم برضو شايف البرازيل يعني فرق عنهم كلهم سربيا عندها اسماء كبيرة جدا يا كابتن على مستوى القرار اوروبية سربيا من اكتر دول مصدر المحترفين على المستوى العالم ودي ارقام يعني لافتة تقولك المستوى التطور السربي وصل لفين ولكن سويسرا انا متخيل انها اللي هتصحب البرازيل للدور التاني وان كانت الكاميرون يعني بالنسبة لي محل شك انا لا سامويل اتو شاحن الدنيا جامد زياد عن الداعي حتى تصريحات فينسنت ابو بكر المؤخرا تصريحات غير حكيمة يعني اصد انها تصريحات مش حكيمة ما تحبتش على نفسك كل الضغط ده وما تجيبش يعني ما عرفش اللي جاب سيرة صلاحة يعني ما عرفش ايه اللي جاب سيرة صلاح في الموضوع انا ما عرفش يعني هو ايه اللي يستدعي صلاح انت بتتكلم عن كاس عالم احنا يقول لك اننا لعيبة افارقة ومش صعب نوصل لليفل اللي هو وصله يعني انا مش عارف ايه اللي كان ضروري في المسألة ولكن هو سامويل اتو شاحن الدنيا بالنسبة لسامويل اتو سون كمان هو المدير الكني اللابس يعني زي الرسمي لقطر وجنبه طبعا سامويل اتو اللي كمان قال كذا مرة وراء بعض هل التصرحات دي بتحط المنتخب الكاميروني تحت ضغط هو عامل عملية تحفيز للعيبة واحنا راحين كاس العالم مش في رحلة واحنا موجودين في قطر لغاية يوم 18 ديسمبر معاد النهائي وحنقابل في النهائي المغرب وحنكسب المغرب هل ده بيحط ضغوط اكتر على اللعيبة ما بيحطي ضغوط على اللعيبة بص يا كابتن خليني برضو بغض النظر عن اختلافي عن اللي حاصل ده بس انا انا ده شيء ببصره لو انا رئيس الاتحاد او انا مشجع ورئيس الاتحاد بيعمل كده انا هبقى مبسوط بالحالة المعنوية المشحونة دي كلها اه بقى على الصعيد الفني تعالى ان فككها هنلاقي ان في مشاكل ان اللي بتقوله ده غلط بس انا روحت كاسعالم لو خرجت من 3 منشاط مغلوب ما حدش يقوله انت اطلعت 3 منشاط مغلوب ليه ولكن لو انا حسست نفس ان انا اقدر اجاري الاوروبيين وده الشعور اللي مسيطر على سامول ايتو كشخص سامول ايتو بيسيطر عليه كشخص من ايام مكان لعيب انه هو متطهد لان اكتر لها التقريب انتعرض للهنصرية في ملاقب اوروبا فهو دايما عنده فكرة ان انا انا افضل منهم وانا ليه مش افضل منهم انا ليه مش احسن منهم انا ليه بيعملوني ان انا درجة ادنى الحيطة جعل دي قدتو من زمان فهو مكرس حياته وهو رئيس التحاد ان هو اولا نيوز بالتفوق الافرقى جنوب الصحراء على الشمال الافرقى دي نقطة حاب يفككها واتضع في كاسة امم افريقيا اللي فات قديل العاطفة دي شحناء شفناها طبعا ضد الشمال الافرقى صحيح النحية التانية انا ضد اوروبا دلوقت احنا انا مش اقلم من فرق اوروبا وفرق امريكا اللاتينية لو انا مواطن كاميروني هبص للشعور ده باكبار وبتقدير ولكن فنيا النقط دي مش دايما يعني مش دايما بيكون هي اللي ماشية ولكن الافرقى يحبوا الروح دي عموما ودي النقطة اللي بتكتب لهم تاريخ لو كاميرون عملت حاجة في المجموعة دي الناس هتنسي بالفضل كله تصريحات سامويل اتو والنجومية سامويل اتو انه زي رئيس الاتحاد عارف يشحن اللعيبة انا بفتكر لما قبل مباراة مصر بيقول له انها الحرب انها الحرب الموضوع ده كله طريقة الشحن المعنوي اللي بيعمله سامويل اتو ممكن هي دي واصلت الضغط الكويسة اللي هو شايفها للكاميرون ولكن هلها تؤتي سمارها ولا لا ده اللي بننتظره المجموعة دي انا متخل المتقهل منها برازيل و سويسرا انا متخيل برازيل و سويسرا البرازيل و سويسرا سربيا سربيا كمان كده مش واحد مش هينا طبعا وعدهم مهاجم بحجم الكسندر متروفيتش دلوقتي من المرشحين لجهزة الحزاء الزهب الاوروبي السنة دي ولكن انا شايف سويسرا متطورة جدا مع يكين شايف ان شاكة واصل المنديال بحية كويسة عمره موصلة تقريبا في حياته شايف ان شاكيري شاكيري بيوصل لاخر مونديال تقريبا يقدر يلعبه فانا متخاق عندهم مهاجمين كتير صغار السن وعندهم اكتر من عنصر جاي من الدوري حتى المحلي وعندهم عن ناصر دلوقتي بتلعب في اوروبا وعندهم دوري قوي مستقر انا متخيل سويسرا قادر انها توصل على الأقل خالص مع البرازيل للدور التاني على مستوى من تقبل برازيل كان فيه صدمة الفيرمينيو عدم ضمه للكتيبة او للقايمة النهائية للبرازيل شفت ده ازاي اكيد طبعا كل الناس بتكلم ان المدير الفني للمنتخب البرازيل عنده اه عنده يعني عنده صاروة قومية للعيبة كتير وكان عنده مشكلة في عملية اختيار القايمة المناسبة هل من رأيك فيرمينيو كان يستحق التواجد في كاس العالم 100% انا شايف ده العيب لو بيقدم اسوأ مستوياته بيقدمش اسوأ مستوياته اصلا يعني هو من اكتر بالزبط هو تاني على العكس اه لا ممتاز جدا فاق جدا وعلى الصعيد الرقمي هو تقريبا مساهم في 10 جون او 11 جون من اول انطلاق المسلم في الدور الانجليزي ووفر اول مساهم في 15 جون تقريبا في الدورة بطال اوروبا والدور الانجليزي فهم بيمرش بأسوأ مواسم وخالص الاسماء اللي هو طريحها اسماء تخلو بوضوح من رأس حربة صريحية دي بقى النقطة الاشكالية الفنية بقى نقطة فنية في مشكلة انا لو رايح كاس عالم هاخد من كل اللعيبة حتى لو مش هلعبهم يعني هاخد من كل اللي قدامي هاخد رأس حربة صريح واخد رأس حربة زي فرمينيو يعرف اتأخر نتاح ولو مش عايز ألعب بيهم اعدهم جنبي بس يبقى عندي ده في كاس العقل انا لو منتخب زي برازيل مااخدش خمس اجنحة كلهم بيعملوا نفس المهم يعني مااخدش ابدا رافينيا وانتوني انا مااخدش اللي اتنين انا ياخدت ده وياخدت ده بالنسبة لي ياخدت ده وياخدت ده هم تقريب بيست وما تقريبا تريد اه لا لا انا بالضبط ما احبش اخد ده انا دوجة نظر انا اخدت نيمارو وفينيسيس جونيور لانهما اللي اتنين اه ما انفعش اقعد حد من الاتنين دلوقتي بس انا كنت محتاج عنصر شبي قوي بجيسوس القديم قبل مايروح ارسنان عنصر راس حربة ترجي ثمان تلعب عليه ولو مش هلعبه اقعد عدك انا فيرميله بالنسبة لي كان مصير الاستغراب كاسا لمرتينيلي ما بقولش مرتينيلي واحد من افضل لعبي العالم في الوقت الراهم بالنسبة لي انا فاقم احمد انت قلت لي يعني مرتينيلي انا هشوف المدير الفني للمنتخب برازيلي هيختاره ولا في التقلق دوت مع نجوم كبيرة جدا جدا هيتم اختياره في كاس العالم ولا هيستفيد منه ولا للاسماء كتيرة خاصة في الاجنحة بنتكلم على الاجنحة للمنتخب البرازيلي انا انا مرتينيلي من اول مباراة في الدور الانجليزي ومتخان مرتينيلي هبقى لي ما كان في كاس العالم بس لو هو هيلعبه في اي شيء غير ترجق غير تسعة تسعة يبقى في مشكلة هتتطرح لك في مسألة فيرمينيو لا خلاص لو انت مش هتلعب بي تسعة لو هتلعبه على الجناح وهتقعده تالت للمارو فينيسيو الجنيور يبقى المسألة الهجومية دي عندك فيها مشكلة يا تيتي هو تيتي بيلعب في اخر منديال يعني ده اخر منديال ليه هيسيب البرازيلي بعدها اعلى اندر اسمي هتواجه مشاكل كتيرة جدا بعدين الناس اللي هتاخد منتخب برازيلي لو ما توكش بكاس عالم هتتطرح مسألة كتيرة اننا هم نتكلم في جيل متكامل تماما جيل لا تنقصه نقيصة زي ما المسألة بيقول ما فيهوش لنقطة نقصه واحدة جيل مثالي طب عايز قبل ما ننهي معك يا احمد ايه اللي يرجح كافة الارجنتين لو قلنا الارجنتين والبرازيل اكتر اتنين مرشحين للفوز بهذه البطولة ايه اللي يرشح مين على حساب مين يعني ارجنتين على حساب البرازيل مين اللي يرشح ميسي شايف ايه بالنسبة ما بين الارجنتين والبرازيل أنا شايف ميسي ميسي لو وصل فت فت مية في المية وعد الدور الأول بسهولة ما حرقش كتير زي ما بيقوله في الدور الأول ودخل الدور الثاني فت تماما ما بازلش مجهود خرافي عشان يساعد الأرجنتين للدور الأول للدور الثاني الأرجنتين مش هيبقى فيه فريق أقوى منها في الدور الثاني بس البرازيل تفضل عندها تفضل متكاملة أكتر من الأرجنتين من حيث الكواليتي النقطة اللي هتدعم الأرجنتين زي سؤال حرقش بتقوله النسجل السنائيات في آخر كام سنة كاسح للأرجنتين كاسح للبرازيل رغم أنها تبدو أنها كاسبة الأرجنتين أكتر بس هي ما كسبتهاش غير الماتش بتاع كوبا أمريكا 2019 اللي طلعته من نص النهائي وده كان فرق المستوى كبير جدا ولكن ماتش نهائي كوبا أمريكا 2021 كل الماتشاط اللي وديها اللي قابل كده ماتشاط التصفيات ما كانش البرازيل بتكسب يعني أقدر أقول لحيارتك نسبة واحد لخمسة أو واحد لستة لصالح الأرجنتين معظم الماتشاط بتبقى تعادل الماتشاط بتخلص واحد صفر لده أو لده لو تعادلات بتبقى واحد واحد فالأرجنتين بتحرم البرازيل من أهم مزاياها كرة ما بتتحط لعبش على الأرض بيبقى فيه عنف جديد جدا يعني عنف الدرجة مرعبة اللعاب الأرجنتيني دلوقتي عارف إن خلاص يعني أنا ده معاي ميسي ومعاي ديماريا ما عنديش مشاكل إن أنا أجيب جوان بس تبقى عندي مشكلة إن أنا أحافظ على الجوان دي فعشان كده بتبص تلاقي جيد رودريجيز بتلاقي رودريجو دي بول بتلاقي لساندرو مارتينيز لعب عنفة جدا لعب أطف جدا وعندها الوركريت علي جدا وفي نفس الوقت مش نقصة كورة وتحمس المنتخب الأرجنتيني وأنا معاك عشان خاطر ميسي طبعا هي آخر كاس عالم بالنسبة لميسي نتمنى إن شاء الله نشوف كاس عالم يعني مميزة نستفيد منها كلنا أحمد بنشكرك شكرا جزيلا ربنا خليك يا كابتن شكرا جزيلا شكرا واصل لحضراتكو دي كانت نهاية حلقتنا النهاردة يوم الاثنين اللي جاي إن شاء الله هنكمل باقي المجموعات باقي مجموعات كاس العالم بقطر عشرين واثنين وعشرين شكو إن شاء الله يوم الاثنين في نفس المعاد في حلقة جديدة ويوم جديد من المحترف